بدوره قالت هيئة الأركان في الجيش الإيراني إن دفاعاتها الجوية تصدت لعدد كبير من الصواريخ الإسرائيلية ومنعت دخول طائرات إلى أجوائها ووضحت هيئة الأركان الإيرانية أن الهجوم الإسرائيلي استخدمت فيه صواريخ بعيدة المدى تحمل رؤوسا حربية ضعيفة الانفجار مشيرة إلى أنه استهدف منظومات رادار حدودية في محافظتي إيلام وخوزستان وضواحي طهران وأكد الجيش الإيراني احتفاظه بحقه في الرد على هجوم إسرائيل مشيرا إلى استخدام تل أبيب للأجواء العراقية لشن الهجوم على إيران